السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما ينبغي لجلال وجهه ولعظيم سلطانه ونصلي ونسلم على خير خلق الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم والحمد لله الذي هذان لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هذان الله وبعد أيها الأحباب الكرام السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته حديثنا الليلة عن العلاقة بين الإسلام والمسيحية العلاقة بين الإسلام والمسيحية لماذا هذا الموضوع؟ كما سلف الدكر في الحلقات الماضية لأن العالم المسيحي هذه الأيام يحتفي برأس السنة ويحتفي بميلاد عيسى بن مريم عليه السلام والقرآن العظيم احتفى بميلاد هذا الرسول حينما قال والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا وهذا الاحتفاء إزدان لما خصص الله تعالى صور بكاملها من المفصل في القرآن الكريم تتحدث عن المسيح وعن المسيحية وعن أسرته الشريفة صورة آل عمران التي تتحدث عن أصوله عليه السلام وصورة مريم التي تتحدث عن أمه ثم صورة المائدة التي تتحدث عن حواريه في الحلقات الماضية منذ الاثنين والثلاثاء والأربعاء واليوم الخميس تحدثنا عن كل هذه الأمور عن أسرة آل عمران وعن السيدة مريم العذراء وعن ميلاد المسيح وما رافقه من معجزات باهرات ثم تحدثنا عن البشارات التي أتى بها وأعظم البشارات التي جاء بها المسيح عليه السلام أنه يبشر بالرسول الذي يأتي من بعده وأبشركم برسول يأتي من بعد هذه اسمه أحمد هذه أعظم البشارات اليوم لكي نختم هذا الملف ملف العيد الميلاد بالمسيح عليه السلام نختمه بهذا الموضوع أي علاقة بين الإسلام والمسيحية تحدثنا عن التاريخ تحدثنا عن الماضي نريد الآن أن نتحدث عن الحاضر كيف هي العلاقة بينهما المسيحية أيها الأحباب الكرام هي إحدى الديانات الإبراهيمية الديانات الإبراهيمية هي ثلاثة اليهودية والنصرانية والإسلام لها أصول مشتركة وخصوصا النصرانية لها جذور مشتركة مع اليهودية فإلى اليوم المسيحيون يقدسون التوراة لكن اليهود لا يقدسون الإنجيل اليهود لا يقدسون إلا التوراة فقط والمسيحيون يقدسون التوراة والإنجيل وأهل القرآن أصحاب الإسلام يؤمنون بهم جميعا لا نفرق بين أحد من رسله يؤمنون بالقرآن وبالتوراة والإنجيل في نسخته الصحيحة الأناجيل التي وضعها النصارى هي كثيرة لا يوجد الآن إنجيل واحد الآن النصارى ما عندهم إنجيل واحد عندهم أناجيل كثيرة وصاروا يعترفون بأربعة أربعة أناجيل هي إنجيل ماتيوس وإنجيل موركوس وإنجيل لوقة وإنجيل يوحنى هناك إنجيل الرابع فيه اختلاف وإنجيل بيرنبا هذا إنجيل صحيح فيه نسبة صحة كبيرة عثر عليه في إحدى المغارات ووجدوا فيه حقائق عظيمة أولها تأكيد تأكيد ألوهية الله وأن المسيح مجرد نبي من الأنبياء ولدته كانت معجزة وفيه إشارة واضحة بالبشارة بنبوة سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم الحقيقة النادي الأنجيل هي عبارة عن كتابات لبعض أتباع وتلاميذ عيسى عليه السلام هي ليست وحي من السماء هي روايات لأتباع وتلاميذ عيسى لهذا سميت بأسمائهم فهناك اسم إنجيل متى إنجيل موركوس إنجيل لوقة إنجيل يوحنى سميت بأسماء التلاميذ وكلها تجتمع وتسمى بالعهد الجديد تمييزا لها عن العهد القديم العهد القديم والتوراة اليهود عندهم العهد القديم والنصار عندهم العهد الجديد العهد هو المثاق بين العباد وربهم سبحانه وتعالى طبعا الأنجيل كلها تتحدث عن ولادة المسيح وعن حياته وعن بشاراته ومعجزاته وبعض أقواله وأفعاله وتعاليمه وقد ذكرنا في حلقة الأمس بعضا من ذلك الآن نتعرف كيف بعد أن سيدنا المسيح عليه السلام سيموت هو لم يموت هو قام ربنا عز وجل في القرآن الكريم يؤكد هذه الحقيقة أنه لم يموت وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبها لهم هذه القضية يفرح بها المسيحيون المسيحيون كيف يفرحوا بالقرآن حقيقة كان للقاءات كثيرة مع المسيحيين وسبحان الله عندما تعرض عليهم القضايا القرآنية يقبلون المصحف أذكر بعض المسيحيين من لبنان ومن مصر وغيرهم من بلاد أخرى لما تقرأ عليهم سورة مريم كيف عززها الله تعالى وأنها الطاهرة البتول كانوا يقبلون القرآن ولما يجدون سيدنا المسيح مذكور 25 مرة بكرامة يقبلون القرآن وأيضا قضية أن المسيح لم يموت بل رفعه الله إليه هي يقدسونها هما يسمونها القيامة عندهم الآن في فلسطين هناك كنيستين كبيرتين كنيسة المهد وهي التي ولد فيها المسيح وكنيسة القيامة هي التي دفن فيها وبعد ثلاث أيام سوف يقوم يقول في الناشدينهم قام المسيح قام المسيح والقرآن العظيم يؤكد هذه الحقيقة أنهم ما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم بل رفعه الله إليه لما سوف تنتهي قصة المسيح وهي فقط ثلاث سنوات سيدنا عيسى عليه السلام بعيت في الثلاثين من عمره وتوفي وقام ورفع في الثلاثة والثلاثين من عمره فقط ثلاث سنوات هو عمر المسيحية مع عيسى بن مريم بعده سوف يتحرك الحواريون لنشر الدين المسيحي والدين المسيحي في الأصل كان فقط في البلاد العربية كان في فلسطين وما حولها فلسطين والأردن والإسكندرية في مصر ولبنان وبيروت هذا هو الرقعة التي يتحرك فيها المسيحيون ولكن بعد وفاة عيسى بن مريم ستكون السلطة السياسية التي هي عند الرومان وكانوا أقوية كانت الإمبراطوريا الرومانية أيام زمان دولة عظمى ومسيطرة حتى على البلاد العربية ولا أحد يستطيع أن يفعل شيء إلا بإذن القسطنطين الأكبر ومن ثم سوف يكون هؤلاء مضطرين لأن يتحركوا خرجوا من بلاد العربية وذهبوا بعيدا أول من سوف يتحرك ويخرج من البلاد العربية وغاد يمشي الأوروبا وغاد يمشي الروسيا وغاد يمشي الإفريقيا وغاد يمشي البلاد كثيرة فمثلا بولز بولز سيكون مساعدا لبطرس وفي الأول بطرس هو الكبير للحواريين لأن سيد نعيسا من اللي رفعه الله إليه بقول الحواريين هما 12 وخيلة 17 الحواريين بحاجة من الصحابة الصحابة ديالو عليه السلام عندهم السر وكانوا على حق في زمانهم انتقلوا من بلاد العربية إلى روما وهناك سوف يؤسس بطرس ما يسمى بكنيسة روما الكنيسة الآن اللي كان في روما الآن في إيطاليا رهبدات منذ سنين طويلة وأسس ما يسمى بالكنيسة الأم الكاتوليكية اللي هي الآن المسيطرة والموجهة لكل كنائس الحالم هناك دولة وسط دولة كبيرة جدا بعد بولز سوف يكون مساعدا لبطرس وغادي غادر روما وغادي يمشي من إيطاليا إلى إسبانيا وهناك ريكون تواجد المسيحي في أوروبا عين تاشر ريمشي للإيطاليا فرنسا إسبانيا هاتش منذ القديم هذا ما قام به بولز وبطرس موركوس هذا كان التلميذ لبولز سوف ينتقل إلى مصر إلى الإسكندرية وسوف يؤسس ما يسمى بالكنيسة الشرقية بل الآن المسيحيين للبلاد العربية رأى مختلفين عن المسيحيين للأوروبا عندهم الكنيسة الشرقية وأسس التواجد المسيحي في الوطن العربي أسسه من مرقص ثم بعد ذلك كان توما توما هذا سوف يتجه نحو الهند سوف يذهب إلى الشرق أسيا غاد يمشي للهند وما حولها وغاد يأسس نواة للتواجد المسيحي في بلاد شرق أسيا الهند والباكستان وما جاورها هكذا سوف تمتد المسيحية في الأول المسيحية كانوا في غير مجموعة الأتباع لكانوا مضطهدين من طرف الإمبراطورية الرومانية وبقوا سنوات طويلة قرب ما يزيد عن ثلاث قرون ثلاث قرون والمسيحيين مضطهدين بخلاف الإسلام الإسلام لما توفي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم كان هو الحاكم الفعلي لبلاد العرب وكانت السلطة السياسية والاقتصادية والدينية في يد النبي الكريم ومن معه من الصحابة من الخلفاء الراشدين في حين أن المسيحية تطهدوا وصلب المسيح عليه السلام ومن تم الناس بقوا في هذه الحالة وذتروا أنهم يخضعون للقانون للإمبراطور الروماني حتى أنهم غيروا الكثير الإمبراطور الروماني اللي كان هو الاستعمار على البلاد في ذلك الزمان قال لهم كان يسمى نيرون كان واحد الإمبراطور الشديد جبار فرعون زماني اسمه نيرون كان يطالب بحقوق الموطنة قال لهم لي بغي نال حقوق الموطنة لابد أن يقدم القرابين للآلهة كانت روما فيها آلهة وطنية لأن البلاد الأوروبية كلها كانت وطنية التوحيد لا يكون إلا في مكة المكرمة وما جاء ورها هو في التوحيد أما باقي العالم كانت الوتنيات وبعض الدول في الفلسفات كالإغريق والرومان واليونان وغيرهم اللي بغي نال حقوق الموطنة مش يخص باسبور أو فيزا أو لكارت نانسيونال لا يخص يقدم القرابين للآلهة يقدم البخور والطاعة والولاء ومن رفض ذلك يعتبر أنه غير مواطن فكان المسيحيون يرفضون هذا الأمر يقول لا ينبغي أن نقدم القرابين للآلهة كان يعتبرهم إرهابيين الكلمة للإرهاب ربدة زمان أنتم ضلميين فكان يعذبهم بل كان يقتلهم ويحرقهم والكتب للتاريخ كتحكي كيف كان نير يعذب الناس كان يطليهم بالزيت ويعلقهم على الأعمدة في الشوارع ثم يضرم النيرا عليهم كيجعلوا بحل بطوة درد كانت شوارع روما أيام زمان كلها موضاءة بمدى بالأتباع دلعيسى بن مريم رأى المسيحيين تعدبوا هذا بأليم جدا حتى كان الناس يشمون روائح الشواء دي اللحم من بعيد نيرون ومن تابعه كانوا جبارين لكن الله سبحانه وتعالى سوف يقيد لهم وحد الإمبراطور روماني جديد اسمه قسطنطين هذا الإمبراطور اللي غادي يكون فيه الإيمان وغادي يعطف على المسيحيين وغادي يدر معه انتفاق ويقول لهم روما ستصبح مسيحية ولكن بشرط التنازل على بعض الأمور لأن ندروا اتفاق لأن كين اللوبيات اللي باغين الفكر الروماني وكين المسيحيين اللي باغين الفكر رباني أجل ندروا واحد تنازل هنا غادي يبدأ التغيير والتبديل في الدين ما يبقى اشتابط على الدين لأن الدين فيه توابط لابد أن نتمسك بها لكن لما يتدخل الدين مع السياسة وكين دخل السلطة والظلم والعدوان كيوقع التغيير والتبديل فكيقولوا بأن المسيحيين قبلوا بالشروط دي الإمبراطور الروماني قسطنطين فصارت روما مسيحية ومنهم من يسخر فيقول ليس روما هي التي تمسحت بل المسيحية هي التي ترومت هنا غادي يغيروا وغادي يبدلوا من هذه الساعة هذه غادي يبدأ التغيير في الدين ملكة لقد ديني مع السياسة إلى ما كان هناك كتابات في المواقف كي يقدر يتمويه وتغيير وتبديل القرآن العظيم يتحدث كيف غيروا وبدلوا فيقول جل جلاله بعد بسم الله الرحمن الرحيم ثم قفينا على آثارهم برسلنا وقفينا بعيسى بن مريم وآتيناه الإنجيل وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله فما رعوها حق رعايتها فآتينا الذين آمنوا منهم أجرهم وكثير منهم فاسقون يعني هنا غيرتكلم القرآن أن الأحبار والرهبان أيام زمان غيروا وبدلوا ثم بعد ذلك غدي بدوا واحد المجموعة منهم يغيرون في الأقوال حتى غدي يقولوا أي حاجة لا تتفق مع قانون رومى يبدلونه مثل قضية المساواة قضية العدل الاجتماعية مفهوم ديمقراطية مفهوم الخير والشر مفهوم الحوار كل هذه الأمور ستكون متلائمة مع السلطة السياسية فغيروا وبدلوا لهذا القرآن العظيم كيقول ومن الذين قالوا إن نصارى أخذنا ميثاقهم فنسوا حظا مما ذكروا به فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة وسوف ينبئهم الله بما كانوا يصنعون ثم يقول فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشكروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون هنا القرآن العظيم يتحدث عن تغيير الكتب السماوية الكتب السماوية بدون الأحبار والرهبان والكهنة والحواريين يغيرون ويبدلون خضوعا للسلطة السياسية وخوفا وطمعا لكن القرآن العظيم ربنا سبحانه وتعالى حافظه من التبديل والتغيير وقال إنا نحن نزلنا الذكرى وإن له لحافظ وخيضعف المسلمين وخائق فيهم ضغوطات ولكن القرآن الكريم لا أحد يستطيع أن يقترب منه وبالتالي ستبدأ المسيحية تتفرق وتتغير ولو في طوائف وكنائس كثيرة لابا الآن لمعروف هناك الكنيسة الأرثوذوكسية في الشرق والكنيسة الكاثوليكية في الغرب وهناك أيضا ما يسمى بالكنيسة البروسستانتية ظهرت في خلال القرن السادس عشر مع عهد الإصلاح مع كبار المصلحين في ذلك الزمن الآن نتسأل أي علاقة بين الإسلام والمسيحية أي علاقة واش العلاقة بين الإسلام والمسيحية هي في الأصل قائمة على العداوة والبغضاء خاصة يبقى دائما للفكر الآن في الأوروبا يبقى دائما لعدوة مع المسلمين ولا أولى أن هذه العدوة غير مصطنعة ربما في المونديال للقطر 2022 رأينا بعض هذه التجليات لهذا التساؤل أي علاقة ما بين الإسلام الحق والمسيحية الحقة الجواب لا نجده في الكلام السياسي والكلام الإعلامي والكلام دي البعض المفكرين الجواب سنراجعه الأصول الدينية الحقيقية من المصادر إذا رجعنا إلى القرآن الكريم الوحي الإلهي سوف يبين لنا أن العلاقة بين الإسلام والمسيحية هي علاقة بأهم وعلاقة تعاون لأنها جاءت من منبع واحد الدينة السماوية كلها اليهودية والنصرانية والإسلام كلها جاءت من منبع واحد لماذا؟ لأنها تقوم على مبدأ أن هناك الإله لأن هناك الأفكار الإلحادية وتقافات تنكر وجود الإله أو عند تصور مشوه لكن هذه الدينة السماوية الثلاثة كلها تؤمن بوجوده إله وتؤمن بأن هذا الكون له خالق ومبدع ثم إنها تقوم على المبدأ استمرار النبوات استمرار نبوات كل نبي يبشر بالنبي الذي بعده والتكامل بين النبوات ثم إنها تصدق برسالة حق كما قال الله عز وجل في كتاب العزيز الله لا إله إلا هو الحي القيوم نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل الثوراة والإنجيل من قبله هدى للناس وأنزل الفرقان احنا المسلمين معدنا التأشكال معدنا التعقدة مع الباقي الأديان احنا كان آمن بالتوراة وكان آمن بالإنجيل وكان آمن بالقرآن مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل من قبله هدى للناس وأنزل الفرقان واللي اتمعا في القرآن الكريم التشريع الرباني سيرى بأنه أقام نظاما خاصا لليهود والمسيحيين واربك اسمهم أهل الكتاب احنا الحمد لله في الديل الإسلامي هؤلاء الغير المسلمين كنسموهم أهل الكتاب لأن عندهم كتاب وكي احترم تواجد ديالهم في المجتمع الإسلامي أو في غير المجتمع الإسلامي كيقول الله عز وجل عنهم من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون يؤمنون بالله واليوم الآخر ويامرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويسارعون في الخيرات وأولئك من الصالحين شكون هادو؟ هادو أهل الكتاب اليهود والنصارى ومعهم المسلمين قال لنا منهم من أهل الكتاب أمة قائمة يعني أمة صالحة كنف اليهودية وكنف النصرانية يتلون آيات الله من الإنجيل والتوراة والقرآن آناء الليل وهم يسجدون يؤمنون بالله وباليوم الآخر يؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويسارعون في الخيرات وأولئك من الصالحين هذا أدى تمجيد لكل أهل الكتاب ثم ربنا سبحانه وتعالى اجعل العلاقة بين الإسلام والمسيحية منذ فجر الدعوة الإسلامية كانت تسعى إلى الجمع والتقارب لأنك تقارب ما بين المسيحيين واليهود والنصارى في القيم الروحية وخصوصا النصارى النصارى القرآن الكريم غير يذكرهم بوحد تمييز وغير يذكرهم بوحد الرحمة وبوحد المودة غير يقول الله عز وجل ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إن نصارى ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين وفعلا كانوا أحد المجموعة دي النصارى من لك يسمعوا كلام عن مريم العذراء أو عن السيد المسيح أو عن أصوله من آل عمران تسمعوا هكي بدي يبكيوا فعلا رأيت بأم عينكي فيبكون وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق وكالقوا بأن الإسلام غد يدير وحد علاقة للمودة والرحمة مع اليهود والنصارى لإسمهم أهل الكتاب وغد يقول لنبي أن الطعام نشاركوا الطعام فيما بيننا بل نزوجوا نزوجوا مع النساء المحصنات وجعل هذا أمر مباح حتى قال الله تعالى اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم يعني أن نشاركوا أهل الكتاب نصاروا اليهود في الطعام الشراب ونجلسوا على مائدة واحدة حتى ما في مانع لكي يمنع هو الكذير التنطع وأيضا تزاوج المسلم يتزوج المحصنات من أهل الكتاب هذا ما في مانع لكن زواج المسلمة بغير المسلمة لا يجوز طبعا لأن في حكم بليغة جدا ربما نشرحها بتفصيل في حلقات مقبلة بإذن الله أكثر من هذا كالقوى بأن الإسلام سيمد جسور الحوار مع المسيحية ومع اليهود كذلك جميع الأدية الإبراهيمية قال لنا تكلموا معهم تحاولوا معهم تجدوا معهم وإلا كان شي جدال حاولوا تكونوا لطفاء تكلموا معهم بالأذب وتكلموا معهم بالألفاظ اختاروا الألفاظ النبيلة وقال الله عز وجل ولا تجادل أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن قلوا الكلمة الطيبة وقالنا قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله يعني الربوبي لله وحده لا شريك له وهكذا كالقوى بأن الإسلام أعطى وحد العدد كبير دي التعاليم كلها الغاية منها وجمع الشمل ومد جسور الحوار يكفي أن نستحضر مثلا سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم في أول الإسلام لما كان المسلمون مدطهدين كانوا الصحابة الضعافاء مدطهدين من طرف سناضي دي قريش أشقدهم سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم قال لهم اذهبوا إلى الحبشة فإن بها ملكا لا يظلم عنده أحد وهي أرض صدق حتى يجعل الله لكم فرجا مما أنتم فيه من لسول قلوة الحبشة أش من دين عندها كان فالنجاشي وكان مسيحيا النجاشي مسيحي وكان حاكم عادل ولهذا لما ذهب الصحابة أول هجرة قبل ما يهاجروا للمدينة المنورة كانت الهجرة الأولى للحبشة غيمشيوا الصحابة وغيتلقوا مع الملك النجاشي وغيتبعوهم المشركين وغضي حاولوا ما أمكن يخلقوا العداوة ومن اللي غيقوم جعفر بن عبد المطالب وغضي يتكلم على قالوا لي لا تقولوا شيء كلام سيء على الدين لكم هذ المسلمين فالنجاشي المسيحي قال لجعفر بن أبي طالب ما قولكم في المسيح وأمه فتلى عليه جوانب من سورة مريم وقصة ميلاد المسيح في القرآن العظيم لما سمعها النجاشي ومن معه من الرهبان بدأوا يبكون ولعل سبب نزول لآية الكريمة وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عارفوا من الحق يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشهدين ولما توفي النجاشي ملك الحبشة وهو مسيحي سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم أقام عليه صلاة الجنازة جنازة الغائب قاء أقامها في المدينة المنورة كالقوة بأن العلاقة بين الإسلام والمسلم والمسيحيين في أول فجر الإسلام كانت قائمة على التعاون مثلا حينما ستقع الحرب بين الروم الوطنيين بين الفرس الوطنيين والروم المسيحيين الروم رغم رغم انحراء فيهم ولكن هما صاروا مسيحيين من أهل الكتاب وقعت واحد الحرب تسمى حرب عالمية ذاك الزمن حرب بين الروم الإمبراطورية الرومانية العظمة والإمبراطورية الفارسية العظمة جوجويتانية احنا المسلمين كنتفرجوا ديك الساعة كنتفرجوا المسلمين شكل اللي بغوهم ينتصروا معامل غنجيوب حالكنا الان في كرة قدام بين فريقين بين دولتين شكل اللي غتناصر واش الدولة اللي انت الدينية القريب لها ولا بعيد عنها واش الآصرة الدينية كينا الصحابة مع النبي صلى الله عليه وسلم ما اش بغاوا بغاوا النصر يكون للروم لاش لانهم مسيحيين وبغاوا لهزيمة كل الفرس لانهم وطنيين هذه عاطفة ولكن مع ذلك اللي وقع هو ان الفرس الوتنيين غينتصروا على الروم المسيحيين لكي امنوا بوجود الله اما الفرس ووتنيين كي عبدو غير الاصنام فنزل القرآن العظيم كي قل ليهم اطمئنوا ربح القرآن القادمة هذه الامور هذي ليوم لك وغدا عليك رغت سنة قليل وحد المدة قليلة غير عود ربي عز وجل الدخل وغين هازموا الفرس الوتنيين وغين تصروا الروم المسيحيين وهي ده سورة الروم عدنا سورة في القرآن سورة الروم كي بشربها الله تعالى بانتصارهم بعد بضع سنين كما قال الله تعالى بعد بسم الله الرحمن الرحيم غلبت الروم في ادنى الارض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين لله الامر من قبل ومن بعد ويومئذ يفرح المؤمنون ويومئذ يفرح المؤمنون لماذا يفرح المؤمنون يفرحون بانتصار اخوانهم المسيحيين في روما ضد الفرس الوتنيين وهكذا اشياء كثيرة جدا جدا لوقعات في تاريخ الاسلام كتبيل علاقة بين الاسلام والمسيحية علاقة مودا علاقة احترام كثير جدا ربما نكسف بوحد المشهد لما قدم وفد النصارى نجران الى المدينة منورة منطقة نجران كانت نصرانية مسيحية بامتياز وجبوا واحد الوفد الى المدينة المنورة وبغوا يدخلوا في حوار مع الرسول صلى الله عليه وسلم هدو احبار عندهم العلم بالانجيل بغوا يتحاوروا مع النبي الكريم قالهم مرحبا فدخلوا عليه الى المسجد سيدنا النبي في المدينة المنورة جالس هم دخلوا عليه بازيائهم الكنسية الراهب لبس الكنسي ويحملوا الصلبان في عنقه هم مجموعة منهم يحملوا الصلبان في اعناقهم وقبل ان يبدأوا الحوار مع النبي صلى الله عليه وسلم استأدنوا قالوا يا محمد قبل ان نبدأ معك في الحوار نستأذنك في الصلاة وننصليوا الصلاة ديانا قال لهم صلوا ادنا لهم النبي الكريم فضقوا النواقيس باش يصليوا عندهم هما احنا عندنا الاذن الله اكبر حي على الصلاة حي الفلح هما عندهم الصلاة هو النقوس فضقوا النواقيس في المسجد في المسجد النباوي دقوا النواقيس ولم ينكر عليهم النبي صلى الله عليه وسلم وبدأوا صلاتهم بدأوا الصلاة وديلهم كيقلوا الكلام المعروف كامبايا ميلور كامبايا هولور كامبايا سينيور كاليستور سينيور قرأوا سيدنا النبي كيسمع لهم على مرأة من كل المسلمين ولم يمنعهم النبي الكريم هذا مشهد ربما لو وقع في عصرنا هذا غد يكون تعصب الديني وغد يكون الرفض ولكن كان لحظ بأن الإسلام دائما كان صباق للخير كان فتح الأبواب للحوار نماذج كثيرة وهذه فقط غيض من فيض فالألفة بين المسيحية والإسلام سادت زمنا طويلا الأصل هو أنه كانت العلاقة بينتهم علاقة دي الألفة لنربي أمرنا بالحوار يعني إحنا مطالبين نتعيشوا باش نتحاوروا باش كل واحد فينا يقنع الآخر غير بالتي أحسن إلا أنها في زمن آخر غتعود العدواء وغتعود البغضاء من طرفين وغتكون أكبر العدوات ما يسمى بالحروب الصاليبية في القرن السادس الهجري الحروب الصاليبية غتستمر مئة سنة مئة سنة أوروبا كلها غتجي حاملة الصاليب وغتدخل إلى الوطن العربي وغتدمر غتدمر العالم العربي وخصوصا ديك اللحظة كانت حروب من جهة أخرى كانت الحروب دي المغول ودي التاتار جاية من الشرق وجدت أوروبا من الغرب ودالوا المسلمين في الوسط ودمروا العرب والمسلمين ولكن لماذا بقي المسلمون أحيا وبقي الإسلام والعروب أحيا لأن القرآن القرآن الكريم كلام الله خالد ومدام القرآن الكريم موجود فالعربية غتبقى خالدة والوطن العربي غتبقى خالد والإسلام غتبقى خالد يعني كل شي تغير ثقافة كلها الحضارة كلها اللغات كلها إلا الثقافة الإسلامية إلا اللغة العربية إلا هذه الأمة كنتم خير أمة أخرجت للناس في القانس السادس أتكون الحروب الصليبية خطيرة مدمرة غضمت مئات الألاف من المسلمين حتى يقيد الله تعالى أحد القادة الإسلاميين صلاح الضل الأيوبي وغد ينقض الوضع وغتبقى العلاقة هكذا متوترة بين مدين وجزر حتى القرن التاسع عشر القرن التاسع عشر قتعف جميع شقع احنا الآن في القرن واحد والعشرين يعني قرنين في الماضي أشقع فيها أوروبا غتنتشر فيها الحركات والفلسفات الإلحادية أوروبا ولت عامرة بالملحيدين ولت عامرة بالناس عندهم واحد رؤى فلسفية مضادة للدين كي يعتبروا الدين تخلف وأن الدين صناعة بشرية وأن الدين أفيون شعوب وغد يحاربوا رجال الدين وعلماء الدين وأي واحد في مظاهر ديني كل شيء إسلام يهودية نصرانية خصوصا في أوروبا اللي كانت في المسيحية غدروا فلسفة كبار مثلا هاجل الألماني هاجل وكونت الألماني كذلك وكال ماركس أدو كله في ألمانيا كان فكر فلسفي خطير كال ماركس جاب بالفكر الاقتصادي السياسي والسرع دي البوريطاريا ثم غدهر داروين فيلسوف بيولوجي غد يقول بأن أصل الإنسان هو عبارة عن حيوان قرد تبرى قروضة واتطورته ما كالدين لا غال إنسان بالطبيعة واتطور في الطبيعة ولا إنسان ومن بعد دار نظام ومن بعد اختار الأديان داروين ثم غيجي جون جاكروسو هذا في فرنسا غادي يقول لهم العقد الاجتماعي وجن نتوافاق دير الحقوق الديمقراطية وغيجي من بعد نيتشا نيتشا هذا خطير جدا هذا غيجي يجب في السفاء اسمها موت الإله موت الإله نهاية الأديان قيقول من الدين يطور كان وتاني كان توتم ثم صار وتاني ثم صار إلى توحيد ودب الآن اللاديني السوبرمان الرجل الحديدي الذي لا يقهر وقال أعلن موت الله هذا نيتشا خطير هنا غادي القو بأن في أوروبا المسيحية ستنهار يعني وخا المسيحي الآن قلوه في الإحصاء هما جوجة المليار وشي حاجة ولكن ليس كذلك هذا غير التعداد اللي هو جغرافي المسيحيين اليوم مكتر من جوجة المليار لكن في الأصل رمى كاملت 400 مليون أعلى لأن البقية مشي مسيحيين غاب جغرافيا هما لا يؤمنون بذلك كادت المسيحية أن تنهار في أوروبا والكنيسة اللي كانت في روما مبقى عند التلسلطة ولكن قد استطع الصمود وهنا هنا غدت 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 استعدى التعاون مع أهل الكتاب الإسلام في ذلك اللحظة مع الحضارة اللي كانت في الأندلس اللي غد يعرفوا بأن يدعمونهم بأن هناك إله وهناك دين وهناك بعد الموت هناك بعت ونشور ثم غدت ترجع العلاقة ما بين المسيحية والمسلمين التعاون ردين ولا في خطر سنجلوا يدفل يتعاون إلا أنهم في العصر الحديث اللي غيوقع هو أن الكثير من الدول الكبرى فرنسا بريطانيا ألمانيا إسبانيا البرتغال هالدول ستعود كبرى وهي مسيحية ستعاون تحتل الدول الإسلامية كل منطقة ستحتل إيطاليا ستحتل ليبيا إسبانيا ستحتل جنوب المغرب وعدد من الدول الأمريكية الجنوبية فرنسا ستحتل المغرب ستحتل الجزائر وتونس ستحتل بريطانيا ستحتل مصر وعدد أخرى من الدول وهكذا بريط الخليج هذا هناك يعود مزيد من التباعد ما بين الدول الإسلامية والدول المسيحية ولا نوع من التباعد وبقى هالتباعد موجود ثم بعد ذلك العقلاء حد كين اللي كيبغي هدم وكين اللي كيبغي العقلاء كيبغي يجمع شمل جاء العقلاء وقالوا بأننا نريد أن ندر الحوار ما بين الحضارات وندر الحوار بين الثقافات لأن العالم اليوم يواجه مشاكل كبيرة عندنا المشكلة الأول في العالم هو مشكل الإلحاد لأن هناك فلسفات كثيرة تريد أن تهدم الأديان وهذا كي حتم على المسلمين يدروا يدهم مع المسيحيين ومع اليهود لماذا لأننا نواجه الإلحاد لأن هذه تسمى ديانات إبراهيمية والقرآن سماهم أهل الكتاب ندروا اليد في اليد باش نحاربوا موجة الإلحاد هؤلاء الملحدين ينكرون وجود الخالق ثم ندروا اليد في اليد باش نواجهوا التفسخ الأخلاقي التفسخ الأخلاقي هذا لا ينبغي أن نقبل به لأن الدين قائم على الأخلاق قائم على نظام الأسراء قائم على الحياء وهذا الموجة الإلحاد جابت واحد الحركات كتسمة لهبز وليبيتنيك اللي عندهم الهمجية وحيوانية وغيرها ثم هؤلاء الأديان كلهم كتفقوا على محاربة ما يسمى بالإجهاد الإجهاد حرام كتسموه الموت الرحيم رفضوه الأديان كيف رفضوه كلهم وخصوصا الحالة اللي ظهرت مؤخرا ما يسمى بالزواج المثلي المثليين المثليين الأديان كله ترفضو ذلك الإسلام واليهودية والنصرانية كيرفضوه كيرفضوه هذي المثليين ولهذا خاص لابد قواسم مشتركة تحافظ عليه هذي الأديان إليش فينا التاريخ كله رأمره مكان صراع بين أهل أديان رأى الصراع كين بين أهل السياسة وأهل المصالح الدين بريء الدين اللي عنده الدين صادق رأى كيعرف الله عز وجل وكيتو الجهل بالعبادة وكيتو الجهل بالطاع وكي يقول كل واحد وحيسابوه مع ربه لكن الصراعات لذلك في التاريخ وكانت عبارة حروب وضمار وخرب هذك صراعات سياسية زعماء سياسيين وقادة سياسيين وأصحاب مصالح حذب مثلا الآن الحرب بين أوكرانيا وروسيا هذي كلهم مسيحيين كلهم مسيحيين في أوروبا وعلى شمدهربين مدهربين على الزعمات على القيادة السياسية ماشي على الدين الدين بريء ولكن أحيان يزجون بالدين في الصراعات والدين بريء فنحن نريد أن نغتنم هذه اللحظة اللي هو الاحتفال بين بعيد ميلاد المسيح عليه السلام تكون فرصة للحوار بين أهل الأديان لأن ربنا أمرنا بذلك وقال لنا جل جلله قل يا أهل الكتاب تعالوا تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم أن لا نعبد إلا الله فنسأل الله تعالى أن يعم الأمن والأمان والسلم والسلام في كل بقاع العالم ونسأل الله تعالى أن يتعاون الأديان لرفع لواء العقيدة الصحيحة عقيدة التوحيد الألوهية والربوبية لأن ربنا هو مالك الملك وخلقنا لنعبده وخلقنا لنمجده ثم خلقنا أيضا لكي نتعاون فيما بيننا ويعضر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه ونتحاور بالتي هي أحسن أسأل الله تعالى أن يحفظ الجميع ويبارك في الجميع ببركة النبي الشفيع قولوا معنا جميعا آمين 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 يا أكرم الأكرمين السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة